اهلا بكم شاهدين واخر فخاراتنا النهاردة في نهارك سعيد نتكلم فيها برضو طبعا عن ثورة 23 يوليو في احتفالنا بالذكرى السابعة والستين لقيامها ولو اتكلمنا عنها لازم نقول انها كانت نقطة فارقة في حياة مصر حياة الدول العربية وحتى الكثير من الدول الافريقية كل تاريخها اتغير بسبب ثورة 23 يوليو 1952 خلونا نتكلم عن التغييرات اللي حصلت بعد ثورة 23 يوليو 1952 وازاي حياة الشعوب كلها سواء مصر او الدول العربية او الافريقية مع ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة المؤرخ استاذ محمد الشافعي سبعة خير فانا سبعة خير فانا اهلا بحضرتك و67 سنة على ثورة يوليو 1952 حضرتك بتشوف ازاي الاحتفال بالذكرى السابعة والستين زي ما انت قلت الحياة في المقدمة انها ثورة يوليو هي نقطة فارقة في تاريخ مصر تاريخ الامة العربية في تاريخ الافريقيا في تاريخ الشرخ الاوسط في تاريخ العالم والحقيقة نقدر ننطلق من كتاب فلسفة الصورة اللي كتبه الزعيم الخالد جمال عبدالناصر سنة 53 هذا الكتاب صغير الحجم الحقيقة بيحمل رؤى وافكار زعيم جمال عبدالناصر في دور المصر زي ما قال اسازنا جمال الحمدان الله رحمه انه مصر دولة دور فعبدالناصر في هذا الكتاب تحدث عن دوائر الحركة للسياسة الخارجية المصرية وحددها بتلت دوائر الدائرة العربية ثم الدائرة الافريقية ثم الدائرة الاسلامية هو نفسه بعد سنتين من صدور هذا الكتاب قام بانشاء او شارك بدور كبير جدا في انشاء الدائرة الرابعة اللي هي دولة عدم الحياس فكتير جدا من الدول العربية كانت مبالة تحت نير الاستعمار طبعا الاكبر مثال للمسندة المصرية ثورة الجزائر الجزائر احتلت 132 سنة 122 سنة الجزائرين بيجهدوا جهاد عظيم جدا سوشهد ملايين مش مليون شهيد فقط لكن العشر سنوات الاخيرة في عمر الثورة الجزائرية من 52 بداية الثورة المصرية حتى 62 لاستقلال لا دول حاجة تانية خالص لانه عبد الناصر احتضن الثوار الجزائريين ابن بيلا وبموديان وبتفليقة وبضياف وبن جديد كل القادة الثورة وانتهى الامر في النهاية بإعلان انتصال الثورة الجزائرية واستقلال الجزائر في افريقيا لم يكن هناك الا دولتين فقط مستقلتين في كل الخمسين دولة افريقية دولة في شرق افريقيا اللي هي اثيوبية ودولة في غرب افريقيا اللي هي لايباني وكان الدولتين تحت نفوذ امريكي قوي جدا كل بقى القيادات الافريقية والقادة الافريقيين وزعماء الافريقية خرجوا من عبائة عبد الناصر بشكل اساسي وحقيقي احنا هنا في تيفزيون مصري على الضفة الاخرى في نيل الزمالك في مبنى بسيط اسمه جمعية الافريقية هذه الجمعية الافريقية شهدت كل زعماء حركة التحرر الافريقية تتكلم عن الاممة وتتكلم عن نوكروما وتتكلم حتى على مندلة لما جاء الم يحظى بالمؤبط الاسعى عبد الناصر لانه الرئيس كان مشغول وقتها في مؤتمر قمة وعاد فاعتقل لمدة 25 سنة بتكلم على نيريري بتكلم على كل القادة العظماء اللهم الأباء المؤسسين لافريقيا مصر في خمسانات الاستيناد ستاعت ان تساهم بجهد عظيم جدا من خلال رئيس جمعية عبد الناصر في تحرير عديد من دول افريقيا مصر ساهمت بالجهد الأكبر في إنشاء منظمة الوحدة الافريقية سنة 63 وكان اول مؤتمر قمة للمنظمة في مصر مصر أسرت على ان يكون مقر المنظمة في افريقيا في أديس أبابا حفاظا على العلاقات المدية بين مصر وأثيوبيا لأن أثيوبيا يأتينا منها 85% من المياه عبر النيل الأزرق فده على مستوى أفريقي وذلك يفسر طبعا أنه لسه فيه شوارع لغاية النهاردة باسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وصورته مرفوعة في العديد من الدول الأفريقية لغاية النهاردة يمكن الرئيس يسيف في زيارته الغينيا منذ عدة أسابيع بيوزيح للمرة التانية أنه فيه جمعة اسمها جمعة جمال عبد الناصر في كناكري في غينيا وفيه تمثال كبير جدا طبعا موجود من مزعدة سنوات لكن تكريما لرئيس المصري جعله يوزيح السطار مرة أخرى في كل دول الأفريقي شوارع كبيرة جدا مباني كبيرة جدا فيه منظمة التحالي الأفريقي وقت سورة عبد الناصر تصدر كل الصور لأنه الناس الحقيقة أنا عايز أقول لك مثلا معلومة مهمة في عام الرماضة اللي حكمنا فيه الإخوان في مؤتمر القمة الإفريقي التقى محمد مرسي مع الرئيس الأغندي يوري موسيفين وقدام جمع من الرؤساء على رؤوس الأشهاد كده موسيفيني قال لمحمد مرسي لن نتعامل معكم لأنكم تكرهون جمال عبد الناصر نبي إفريقي فتخيل إلى هذا الحد الأفريقة أنا رئيس موسيفيني نفسه أنا رحت أغندا قال لي أنه هو ناصر يعني يعني كلام يعني كده نهائيا أنه هو الراجل عنده فخر بحاجتين أنه هو نوبي هو بيؤكد أنه نوبي أنتعرف العرق النوبي ممتد من مصر للسودان لأغندا لأثيوبيا وأنه ناصر وأنه يسير على نهج جمال عبد الناصر والعديد بقى من تأثير جمال عبد الناصر ناصر إلى فنزويلا مثلا هجو شافيز كان بيقف الله يرحمه ويقول أنه ناصر أنه أنا ماشي على ضرب جمال عبد الناصر والحقيقة أنه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كرمز للثورة دي تحول إلى إقونة في العالم كله وكان لما بيتنفس عامل قلق طول الوقت للأمريكان والإنجليز وكانت حياتهم بيعتبروا جحيم في وجوده أنا عايز أقول لك نموذج تاني أنه الفيدل كاسترو الزعيم التاريخي لكوبا لما قابل الرئيس عبد الناصر طبعاً الفيدل كاسترو تعرف الرئيس عبد الناصر حضر مجتمعات الأمم المتحدة مرة واحدة سنة ستين كانوا يسمونها دورة الرؤساء وطبعاً أنا أدعو السادة المشاهدين أنهم يشوفوا كيف استقبل جمال عبد الناصر في الأمم المتحدة استقبال لم ولن يحدث لأي زعيم في العالم على الإطلاق أنه كمان هو غير البروتوكول تعرف أنه في الأمم المتحدة فيه باب جنب المنصة كده بيطلع منه الرئيس ويقعد على أي رئيس يقعد على كرسي لمدة دقائق أو ثواني ثم بيطلب منه الرئيس الجلسة يلقي كلماته عبد الناصر نزل من من أعلى القاعة والحقيقة موجود على اليوتيوب المشاهد الحقيقة شيء يدعو للفخر الحقيقة وعندما قام مندوب الكائن السهوني يلقي كلماته خرج رئيس عبد الناصر من القاعة فخرج خلفه أكتر من ثلاثين القاعة طبعاً كل تتكلم على كل قادة إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية وخرجوا كلهم وراء جمال عبد الناصر لدرجة أنه الرئيس الأمريكي وقتها قال أن عبد الناصر بيحكم أكتر من نص العالم المهمة في هذه الدورة التقى فيدل كاسترو فيدل كاسترو مردوش الأمريكان يزلوا في أي قتيل فنزل في حي الزنوك فشوف بقى برضو لما تبقى عندك رؤية حي السود بقى أه 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 أهم طبعاً الأمريكان اللي بتكلم على المصطلح الأمريكي المفروض أنه يجي يزور رئيس عبد الناصر فالرئيس عبد الناصر قال له لأ أنا اللي هاجة أزورك في المكان فشوف بقى فيدل كاسترو طبعاً والسود الأمريكان قبلوا عبد الناصر المخابلة وما زالت حتى الآن فيه لوحة على المبنى اللي كان فيه كاسترو وأنه الرئيس عبد الناصر زار هذا المبنى فكاسترو قال له يا فخامة الرئيس كنا بضع مئات في جبال كوبا يعني نقوم بالثورة أو بنعد للثورة وعندما انتصرت في معركة سويس ومعركة لعدوان السلسل سيئة وخمسين تأكدنا أن الثورة الكوبية لابد أن تنتصر ويعني شوف تخيل أنه 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 قد إيه واصلت تأثر في دول زي بنزويلة زي بوليفيا زي في كل دول الأمريكا اللاتينية الحقيقة ودي الفناء الخلفي للأمريكان أنت كمان غيرت ملامح العالم الخريطة العالم اللي هو القوة العظمية تعرف الحرب العالمية التانية كانت خلصانة وأنه ظهر قواتين عظميين جداد أمريكا والاتحاد السوفيتي وأنه كان لابد أن القوى القديمة بشكل أو بآخر تنزح اللي هو أنجلترا وفرنسا لما مصر انتصرت على عدوان ستة وخمسين على أنجلترا وفرنسا أنت أحلت القواتين القديمتين إلى المعاش اللي هو أنجلترا وفرنسا وظهر القواتين الجديدين الأمريكان كانوا بيظنوا أنه الأمريكان لغض الوقتي لا يعرفون أساس فادي فكرة الندية في التعامل هو لازم تبقى تابع الأمريكان دي طريقتهم في التعامل أنه تبقى تابع منفعش هذه الطريقة مع عبد الناصر كان عايز يعمل السادة العالي هم قالوا لنا أنه ده مشروع عظيم جدا هو بالفعل أعظم مشاريع الهندسية في القرن العشرين هو السادة العالي لكن عشان يبنوا السادة العالي هما والإنجليز والبنك الدولي فرضوا شروط استعمارية تنقص من الكرامة الوطنية عبد الناصر رفض كان النتيجة لها عبد الناصر رفض ما يسمى بحلف بغداد حلف بغداد ده كان المعمول عشان يحاصر السوفيت من الجنوب وحتى لما سأل الرئيس عبد الناصر الرئيس أيزن هور أنتم عايزين حلف بغداد ليه قال له عشان الخطر السوفيت قال له أنا ما عم فيش خطر سوفيت بيهددني أنا الخطر على بعض خطوطين خطر الصهيوني والي بيهددني مش السوفيت أنا ليه يعني أخش في اللعبة دي وانا لا ليه فالسوفيت دخلوا بانوا الساد العالي عملوا أكثر من ألف مصنع على مصر إدوا مصر أسلحة النهاردة السوفيت لو موجودين في سوريا لو موجودين في إيران لو موجودين في تركيا لو موجود في كل المنطقة الشرق أوسط فالفضل يعود إلى الثورة المصرية ثورة يوليو على جمال عبد الناصر الذي تعاون الحقيقة والسوفيت يقبلوا فكرة التعامل بند دي أنه أنت تبقى ند بند معه ولما رئيس عبد الناصر اعتقل الشيوعيين في مصر حصل خلاف وخلاف ونوع من التلاسل السياسي بينه بين الرئيس خردشوف لا أشوف كان فين دية كبيرة جدا في التعامل في العصر ده والحقيقة أنه يعني كل رئيس حكم مصر ليه مميزاته وليه عيوبه وعصره ليه مميزاته وليه عيوبه ولكن من الحاجات اللي كانت دامرة جدا وظاهرة جدا النهضة الاقتصادية اللي حصلت في مصر المصانع الكتير جدا اللي يعني عادنا فترة طويلة من من حياتنا بتتباع لأسباب مختلفة النهضة الاقتصادية دي كانت مبنية على مبادئ ستة يريد تحركت تكلمنا على المبادئ الستة دي مبادئ الثورة مبادئ الثورة شوف مبادئ الثورة اللي هي أهدف الثورة توليه ثلاثة بناء وثلاثة هدن القضاء القضاء الرأس المالية وتأثير الرأس المال على الحكم قضاء على الاستعمار بناء جيش وطني قوي وده بديئ الحقيقة من أول ثورة يوليو حتى الآن الجيش المصري جيش وطني قوي جيش الشعب المصري وطني جيش وطني مش بتحد التباع الحقيقة بناء عدالة اجتماعية وده الحقيقة العمود الفقري لكل إنجزاء جمال عبد الناصر والعدالة الاجتماعية ثم بناء حياة ديمقراطية سليمة ولم نستطع الحقيقة لأسباب كثيرة جدا لفكرة البناء الديمقراطية الليبرالية بشكلها الحزاب يعني حتى الآن الديمقراطية بشكلها الحزبي أنه وجود حزبين زي الديمقراطي والجمهوري في أمريكا زي العمال والمحافظين في إنجلترا لا ما عندناش إحنا الغدل وقت مش قد نوصل لهذا الشكل من الديمقراطية الليبرالية لكن وكان عالم كله 99 مئة من العالم كله كان عنده فكرة الزعامة الكارزمية أنه في حد ده زمن الزعامات فكان جمال عبد الناصر حتى أنا مرة قلت لزميلة من زملائك في اللقاء تليفزيوني بتلوم على عدم موجود أحزاب وقتنا لو عبد الناصر كان عمل حزب كان هيعمل هيئتي كان هيكسب 99% من الشارع وقتنا هو دي فعلا ده لا يعسك بس خلينا نتكلم على المستوى الاقتصادي أكتر لأنه المستوى السياسي فيه خلافات وجدادات كثيرة جدا بس يمكن المستوى الاقتصادي يعني بيرمي على المستوى السياسي لأنه المجتمع قبل 1952 كان مجتمع النصف في المئة ده صحيح نصف في المئة هم يمتلكوا كل شيء من مقدرات الشعب المصري التركيبة دي اتغيرت بعد يوليو 1952 شوف سفادي المشروع الوحيد اتعمل قبل ثورة يوليو لصالح الناس كان 47 كان اسمه مشروع مقاومة الحفاء تخيل شعب مصري أنا مرضيتش أقول كده الحقيق لا تاريخ أنا راجل بتاع تاريخ تخيل أنه هذا الشعب اللي عمره 7000 سنة أول حكومة مركزية في تاريخ البشرية أول حضارة هذا الشعب لما يتعمل لما حكومته تعمله مشروع قومي تلمي قروش من الناس عشان تجيب حاجات تحط في جليه والصور مليئة طبعا اليوتيوب دلوقتي مليان الناس ركبت طرام الناس ماشية في الشارع الناس قاعدة على المقاهي كلهم حفاء فلما يبقى زي ما قلتلك أن المشروع الأعظم من جمال عبد الناصر هم مشروعين نحية الأعظم هم العدالة الاجتماعية والثقافة ودول اللي خلوه يقدر بسهولة جدا يقضي على الإخوان المسلمين يقضي على خطر التطرف الإخوان ما كانش لهم موجود أيام جمال عبد الناصر عشان العدالة الاجتماعية والثقافة وانا عايز أقول لحظاك عشان بأن الاقتصاد أرقام فيه تقرير صادر عن البنك الدولي البنك الدولي هو أحد أكبر أعداء جمال عبد الناصر التقرير ده صادر سنة ستة وسبعين يا أساس فاتي ورقمه عشان اللي عايز يطلق يروح يجيبه من على النت اسمه 870 ألف هذا التقرير بيؤكد أن معدل النمو في مصر تشارفين لا كان سبعة ونصف المئة من سبعة وخمسين لسبعة وستين وهذا المعدل لم يكن موجودا إلا في دولتين فقط ألمانيا واليابان وإنه إيطاليا في هذا الوقت كانت أربعة ونصف المئة وكان الهدف أنها توصل حداشر في المئة مظبوط جاءت سبعة وستين فحصل هزة شوية لكن في تسعة وستين الرجل ارتفع معدل النمو إلى تمانية في المئة في تسعة وستين أنهينا بناء السد العالم في تسعة وستين أنشأنا مجمع الألومونيوم اللي هو في ناجة حمادي بثلاثة مليار جنيه يعني عشرة مليار دولار كان الجنيبي ساوي ثلاثة دولار عبد الناصر ميت والجنيبي ساوي ثلاثة دولار سنة سبعين في سنة سعة وستين أنشأنا الفرن الرابع في حديد وصلب بشكل حديد وصلب العملاقة يشوف يعني هذا في العرب القدامة قالوا حكمة عظيمة جدا الحق وما شاهدت به الأعداء لما البنك الدولي اللي حاول يكسر مصر ويكسر جمعا عبد الناصر في بشروع بناء السد العالي هو اللي يشهد بدا لذلك ننسى برضو مصنع المراجل البخاري شوف أنت قلت أكثر من ألف مصنع المراجل البخاري كان مصنع بيصنع قلب المفاعل النوع هذا المصنع للأسف بيع في موجة الخصصة وتم تفكيك وبيع خردة وفي حكم قضائي بإعادة المصنع للدولة ولمنفس الحكم حتى الآن زي طبعا الحكم اللي نفذ حكم إعادة عمر فانتي للدولة وإعادة عمر فانتي أنت عندك مصانع عظيمة ما زالت تعمل حتى الآن زي الحديد الصلبة زي مجمع الألومنيوم زي مصانع الأسمدة زي مصانع التكليل البترول يعني لا أنت عندك غزل والنسيق أنت عندك مصانع الحقيقة رغم هوجة الانفتاح وهوجة الخصخصة والبيع الحقيقة أنا رأي أستاذنا العظيم أحمد بهادين لما قال انفتاح السلاح مداح إلا أنه هذي يعني شكز الحديد الصلب كان فيه اتفاق الحقيقة ما عرفش تم تأجيله مع الاتحاد مع الروسيا الدولة لإعادة تأهيل المصنع الحديد الصلب مرة أخرى خلي بالك ده المصنع الوحيد في مصر اللي بيستخدم الخام الحجر بس أنا عايز أرجع برضو لتأثير ده اقتصاديا على المصريين يعني كلنا بنتكلم من أول مشروع لمكافحة الحفاق وصلت إنجازات صورة يوليو بالمصريين لفين شف فكرة العدالة الاجتماعية أولا أزالت أو نقول قللت إلى حد كبير جدا الفوارق من الطبقات ما كانش فيه الناس اللي عايشين جوا والناس اللي عايشين في العشوائية ما كانش فيه ده موجود في مصر ما كانش فيه حد راكب عربية مش عارف تمانها ثلاثة أربعة مليون جنيه أو عن طيارة خاصة وحد عنده قتل عربيات كلها بسيطة اللي هي عربيات النصر اللي كانت بتصنع في مصر قتبها لحضرتك وكانت الناس خريجي للجامعة مرتبوا 17 جنيه ونصر وكان بيقدر يعيش بيوم يسكن وياكل ويشرب ويتفسح من المبلغ طبعا بيزيدوا مع الوقت لكن كان ده كان كل خريج جامعة أو دبلوم له وظيفة حققية مش تعيين أي كده وكل ده من غير مش بمعزل عن الإعلام والثقافة الحقيقة احنا بنادين هنا في مبنى ماسبيرو للرئيس جمال عبد الناصر انه هانشأ هذا المبنى الدكتور عبدالقادر حاتم طبعا يعني من الناس أنا لسه مبارح أري معلومة فالحقيقة عادت تضحك بينه وبين نفس تقليل انه هذا المبنى العملاق تكلف 180 ألف جنيه فأنا أنا لما سمعت 180 مليون بعد مقريش زماني لا 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 المبنى دا ما يتعملش بمليارات دلوقتي يعني انت عارف المبنى العظيم ده وتعمل في أقل من سنة يا أستاذ فاتي يعني شوف التحدي خطبها لك طبعا التحدي احنا تعلمناه من المشروع الساد العالي كان في دايما مكتوب باقي من الزمن وباقي من الزمن دي عملها الأستاذ صراحة التوامي المخرج العظيم التسجيني أكثر من 30 فيلم على مراحل إنشاء الساد العالي كده متباقل من الزمن فتخيل هذا المبنى العملاقي تعمل في أقل من سنة وتبدأ في الريادة انت كمان مش بس مبنى التلفزيون الإزاعة مثلا انت لما تنشي إزاعة صوت العرب سنة 53 4 يوليو و 53 قبل مرور سنة على التطور والثقافة بقى اللي انتشرت في المحيط العربي والإفريقي العلامات الكبرى من الفنانين اللي أصبحت في وجدان كل اللي بتكلم العربي شوف زي ما قلت لحضرتك أنه الأهم مشروعين لجمال عبد الناصر هما العداء الاجتماعية والثقافة الثقافة كل البنية التحتية للثقافة المصرية هيئة الكتاب الثقافة الجمهرية أكاديمية الفنون هيئة المصرح الفنون الشعبية السرك المجلس الأعلى للفنون الأدابي هو المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة مصر لم تعرف في تاريخها وزارة ما وزارة الثقافة ولم تعرف وزير زي صروة عكاشة طبعا هو تغطير صروة العظيم صروة عكاشة تولى الوزارة على بفترتين كل فترة أربع سنين ثمان سنوات أنا عايزة كمان تقرأ في مذاكرات صروة عكاشة اللقاء هو كان صديق عبد الناصر أو أظهر شوية في السن لكن عبد الناصر صروة من طبقة أكبر شوية من متوسطة يعني أعلى متوسطة فكان عندهم موسيقى كلاسيك فكان عبد الناصر ابن الناس الفلاحين اللي زينا الغلابة كده من إيطاليا عشان يقول له أنت هتبسك وزارة الثقافة ودورة ثروة تمنع تمنع يا فادي تمنع رهيب جدا أعضو أربع ساعات حسب المسألة زي عبد الناصر قال له يا ثروة إحنا جايين عشان نبني الإنسان مش نبني مباني فالجملة دي أنا أرجوك يعني ترجع فنصر أعتقد دي أهم جملة ممكن ننهي بها حوارنا لأنه مفيش جملة أحلى من دي ممكن نقفل عليها أنا بشكر حضرتك جدا المؤرخ أستاذ محمد الشفعي مرسي جدا شكرا جزيلا مشاهدينا دي كانت نهاية فقراتنا هنرجع لك وأنا ورين بعد الفصل نختم الحلق شكرا جزيلا